حياكم الله من جديد نروح الآن مع فقرتنا الأسبوعية مع ركبتن فهد المهداسي المستشار التحكيمي للبرنامج و مفكرة فهد الله يستر اليوم المفكرة حامية و راح تجيب لي صداع بس تقول بسم الله تفضل ركبتن بسم الله أمسي عليك أبو بدر و أمسي على الأستاذ جمال و الأستاذ عادل و المشاهدين الكرام طبعا على عجالة طبعا عندنا ركلات الجزاء نرجع لها مثل ما كانت الموسم الماضي إلى الآن عندنا أربعين ركلة الجزاء محتسبة بنشوف على عجالة في تسع جولات بالضبط في تسع جولات يعني بمعدل كام ثلاثة أربعة أربعة و نص في كل جولة تقريبا بالضبط طبعا فيها ركلات الجزاء الصحيحة و الغير صحيحة هذا نذكرها إن شاء الله في الجولات القادمة عندنا طبعا الفرق بنبدأ في البداية عندنا الاتفاق هو أكثر فريق حصول على ركلات الجزاء ومعاه بنفس الترتيب النصر خمس ركلات جزاء لكل الفريقين وبعدهم في المرتبة الثالثة عندنا الفتح و ضمك بنفس الترتيب أربعة أربعة وبعدين أيضا اللي هو القادسية الوحدة العين الاتحاد على ثلاث ركلات جزاء بعد كذا اللي هو الشباب والهلال على ركلتين سوري والأهلي أيضا بعدين بالمرتبة الثانية عشر اللي هو الرائد أبها الفيصلي التعاون على ركلة جزاء وحيدة والباطن لم يتحصل إلى الآن على أي ركلة جزاء في دور الأمير محمد بن سلمان إذا نحن واضح أن الباطن هو النادي الوحيد اللي ما صفرت لمصلحة أي ركلة جزاء وأنه الاتفاق والنصر هم أكثر الأندية في هذه النسخة من دور الأمير محمد بن سلمان الذين حصلوا على ركلات جزاء صحيح طبعا هذه اللي صفروها الحكام داخل المباريات بنجي الآن لركلات الجزاء المحتسبة عليهم عندنا الاتفاق أكثر فريق بالاتفاق طبعا هو أكثر فريق حصل على ركلات جزاء وأيضا أكثر فريق احتسب عليه ركلات جزاء بست ركلات جزاء اللي هي كانت قدام الاتحاد والعين والفتح وركلتين قدام النصر واحدة قدام ضمك ست ركلات جزاء على الاتفاق أي يعني بالضبط ممكن تكون أخطاء دفاعية بالضبط يجي في المرتبة الثانية ثلاث فرق الاتحاد والنصر والأهلي على أربع ركلات جزاء احتسبت عليهم بعد كذا الباطن الشباب الرائد على ثلاث ركلات جزاء وبعدين في المرتبة الثامنة يجي اللي هو ضمك التعاون أبها الوحدة القادسية على ركلتين جزاء وفي المرتبة الثالثة عشر اللي هو الهلال الفيصل العين على ركلة جزاء وحيدة احتسبت عليهم الفتح إلى الآن إلى الجولة التاسعة لم يحتسب عليه أي ركلة جزاء الفتح طبعا إذن يعني أقل الفرق اللي تحتسب عليه ركلات جزاء حتى الآن الهلال الفيصلي العين وطبعا القمة الفتح الفتح هو الوحيد اللي ما احتسبت هذا اللي صار في المباراة الآن بنجي إحنا لمفكرة فهد المرداسي طبعا هذه الحالات التقديرية لي أنا والأشياء اللي قدرها هل فيها ركلات جزاء أو لا طبعا بنجي لركلات الجزاء التي لم تحتسب له عندنا الموسم هذا إلى الآن في الجولة التاسعة لم يحتسب 13 ركلة جزاء بشكل عام الموسم الماضي إلى الجولة التاسعة ركلات الجزاء التي لم تحتسب 31 ركلة جزاء فالموسم هذا أقل بكثير نبدأ في المقدمة عندنا الهلال لم يحتسب له ثلاث ركلات جزاء نشوفها الآن وستعرضها على عجالة كانت الأولى في مباراة الاتفاق وبعدها أيضا وحدة وحدة فهد وحدة وحدة فهد خليك مع الشاشة خليك مع الشاشة أيوة أول حالة هذه كانت في مباراة الاتفاق كانت بالضبط هذه الأولى الثانية كانت في مباراة القادسية الأخيرة المباراة الأخيرة وركلة الجزاء الأخيرة كانت أمام الرائد اللي هي فيها مسكنة واضح على محترف الهلال قومز في المرتبة الثانية طبعا الهلال في الصدارة في المرتبة الثانية اللي هو فريقين يجي التعاون والنصر لم يحتسب لهم ركلتين جزاء نبدأ بالتعاون كانت ركلتين جزاء في مباراة واحدة أمام الباطن وبنشوفها الآن أمامنا وطبعا لو نلاحظ العام المشترك دائما اللي هو لمسة اليد هنا لمسة يد طبعا اليد خارج عن الجسم الحكم لم يحتسبها حتى بعد الرجوع لتقنية الفيديو وهنا أيضا مسك على المحترفة توامبا مسك واضح الحكم لم يحتسب هنا ركلت جزاء للتعاون ثانية نجي في المرتبة اللي هو الثاني مكرر اللي هو النصر لا ركلتين جزاء لم تحتسب وبنشوفها الأولى كانت في مباراة الشباب اللي خسر فيها النصر وكانت ركلت جزاء للمحترف مارتينيز بنشوف هنا دخول ومهاجمة تحت في القدم من الخلف وطبعا الكرة في اللعب وبالتالي ركلت جزاء وأيضا هنا في مهاجمة على القدم اللاعب القادسية وطبعا هذه فاز فيها النصر ولكن ركلت جزاء لم تحتسب اللي هو فريق النصر نجي في المرتبة الرابعة اللي هو الوحدة لم يحتسب لها ركلت جزاء وحيدة كانت في مباراة الأهلي بنشوفها الآن أمامنا وطبعا فيه ضرب من مدافع الأهلي على وجه مهاجم اللي هو الوحدة سواء كان يقصد أو غير قاصد حصل الضرب والكرة في اللعب وبالتالي ركلت جزاء للوحدة لم تحتسب عندنا المرتبة الخامسة اللي هو العين أيضا لم يحتسب له في مباراة الأهلي أيضا اللي فاز فيها الأهلي أربعة ثلاثة بنشوف هنا ركلت جزاء ودفع واضح دائما نقول إذا كان فيه تدافع بين اللاعبين وكانوا جنب بعض لا تحتسب هنا لا ما كان فيه تنافس كان فيه دفع من الخلف على ظهر اللاعب وركلت جزاء للعين لم تحتسب عندنا الشباب في المرتبة السادسة لم يحتسب له ركلت جزاء وحيدة أيضا في مباراة الأهلي اللي جمعتهم في جدة وطبعا بنشوف هنا أيضا مسك من مدافع الأهلي وبالمناسبة لاعب الأهلي هذا تسبب في ثلاث ركلت جزاء تقريبا على الأقل ها على الأقل اللي هو رقم خمس خمسين وهنا نشوف مسك واضح على مهاجم الشباب نعم عندنا بعد كده اللي هي ركلت جزاء لضمك لم تحتسب كانت فيه مباراة الهلال وكانت طبعا خسر فيها ضمك وكان فيه مسك من لاعب سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء نشوف هنا مسك وبالتالي هذا المسك أثر على لاعب ضمك وركلت جزاء هنا الضمك نجي المرتبة الثامنة ركلت جزاء الرائد أيضا لم تحتسب في مباراة الهلال الأخيرة اللي جمعت بينهم وطبعا بنشوف هنا ضرب واضح على الوجه من اللاعب ياسر الشهراني وبالتالي هنا ركلت جزاء لم تحتسب وكان من مفترض أيضا بطاقة حمراء على لاعب الهلال نجي للمرتبة اللي هو التاسعة الفتح لم يحتسب له ركلت جزاء اللي هي في المباراة الأخيرة مع الأهلي ركلت جزاء وحيدة فقط في تقديري أنا اللي هي هذه على اعتباره أنه اللاعب هنا كانت يده اليسار بالوضع الغير طبيعي حتى لو لمست الكرة يده اليمين أيضا يده اليسار كانت ملامسة للكرة وبالتالي هي من تسببت في إيقاف الكرة هنا واليد بالوضع الغير طبيعي طبعا باقي الفرق اللي هو الاتحاد الأهلي الاتفاق القادسية الفيصلية الباطن أبهى إلى الآن لم يكن لهم أي ركلت جزاء مستحقة لم تحتسب هذه هي قائمة الأولى يعني اللي يفهم أن النصر والاتحاد والتعاون والفيصلي وأبهى وضمك والعين والوحدة والفتح أخذوا حقهم كامل لا طبعا لا النصر لا عنده ركلتين جزاء محتسبت والوحدة والعين اللي هو الاتحاد والأهلي والاتفاق والقادسية والفيصلي والباطن وأبهى هذا الفرق اللي أخذت إلى الآن حقها ولم يكن لهم أي شيء مستحق من ركلات الجزاء طيب بالضبط عندنا آخر قائمة اللي هي الغير محتسبة عليه يعني اللي كان من المفترض أنها تحتسب يعني هذي نقدر أقول المستفيدين من أخطاء التحكيم بالضبط المستفيدين عندنا في المرتبة الأولى الأهلي استفاد بأربع مباريات كانت الأولى مع الوحدة اللي قبل شوية استعرضناها وبنذكرها على عجالة والثانية أيضا أمام العين اللي قبل شوية قلنا عنها دفع وبس أتمنى الشباب يجيبونها بسرعة وبعد كده أيضا أمام الشباب المسك وبنشوف أيضا الأخيرة كانت أمام الفتح لمس الكرة باليد بعد كده في المرتبة الثانية عندنا اللي هو فريق الباطن ركلتين جزاء لم تحتسب عليه وكانت في مباراة التعاون واللي شفناها أيضا قبل قليل على اعتبار أن الحالات لازم تكون مشافئة واضح 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 و هنا لمست يد وأيضا هنا مسك والمرتبة الثالثة القادسية لم يحتسب عليها ركلتين جزاء كانت في مباراة النصر المهاجمة ومباراة الهلال اللي كان دفع في مباراةهم الأخيرة في المرتبة اللي هو الرابعة الهلال لم يحتسب هذه كلها ركلات جزاء لا أرجع كم اللقطة يا شباب بالضبط ركلات جزاء هذه لم تحتسب على القادسية هنا الهلال في المرتبة الرابعة وهذه الهلال لم يحتسب لا هذه اللي هو القادسية لم يحتسب عليه لم يحتسب عليه ركلتين جزاء كانت أمام النصر وهذه أمام الهلال ننتقل اللي هو الفريق الرابع اللي هو الهلال بعد كذا اللي هو الفيديو الثاني الهلال لم يحتسب عليه ركلتين جزاء كانت الأولى أمام ضمك اللي هي المسك وبعدين أمام الرائد اللي هي الضرب على الوجه بعد اللي هو المرتبة الخامسة الاتفاق لم يحتسب عليها ركلة جزاء وحيدة كانت في مباراة الهلال اللي هي لمس الكرة باليد شفناها قبل قليل وبعد كده المرتبة السادسة عندنا الرائد لم يحتسب عليها ركلة جزاء وحيدة اللي كانت مسك على قومز واللي هو الشباب في المرتبة السابعة لم تحتسب عليها ركلة جزاء وحيدة اللي كانت على مارتينيز في مباراة الشباب أمام النصر اللي خسرها النصر طبعا باقي الفرق اللي هو نبدأ من المرتبة الثامنة النصر الاتحاد التعاون الفيصلي أبهى ضمك العين الوحدة والفتح هذولا كلهم إلى الآن لم يستفيدوا من التحكيم أتكلم بركلات الجزاء اللي ما احتسبت عليهم هذول ما استفادوا من أخطاء الحكام طيب حلو إذا نرجع نكرر بس نشوف القائمتين الأخيرة الفرق التي لم تحتسب لهم ركلات جزاء إذن هي قائمة المظلومين في تقدير الحكام لركلات الجزاء المتضررين المتضررين صحيح من تقدير الحكام لركلات الجزاء الهلال في المرتبة الأولى يليه التعاون والنصر ثم الوحدة العين الشباب ضمك الرائد الفتح اللي لا استفاد ولا شيء الاتحاد والأهلي والاتفاق والقادسية والفيصلي والباطن وأبهى يعطيك ألف عافية كابتن فهد الله يعافيكم موفقين وحلقة ممتعة استمتعنا صراحة معكم حبيب قلبي نروح الفاصل ونعود خليكم معنا